طب انت لما جيت تعمل المسلسل باية محمد يعني ايه اكتر حتة لا انا عايز اطلع بها للناس عشان احارب شوية السلبيات اللي جايلنا من السوشال ان الاسرة الحقيقية المصرية الحقيقية مازالت في حقيقتها رغم كل السهام اللي بتوجه لها اه بالزبط مازالت متماسكة ومازالت على عهدها القديم يعني والستة المصرية بالزبط بالتحديد عشان الحتة دي مهمة جدا بالنسبة لي اكتر يعني تاريخها من اول اللي فراعنا لحد النهاردة بيقول ان الستة المصرية هي مميزة بفكرة السنة هي اكتر من شعوب كتير اجنبية او عربية حتى في الثقافة الفرعونية ماخدين لحد النهاردة الستة الشعبية او الستة حتى تقول لجوزها يا اخويا يا اخويا ما بتقولش جوزي يعني بتقولش كده ولا حبيبي حتى بتقول يا اخويا وساعدت قولي بابا اه كلمة الاخ دي فرعوني التعبير نفسه فرعوني الزوجة تقولي الزوجة الاخ نفسه او معنى ان اخوها شقيقها هي مع اليام ديالو المرتبة الاعلى يعني مش بس اللي رابط بنا الورق اللي حصلت من 20 سنة لا دا احنا كأننا دم واحد من قديمي الأزل والستة المصرية حتى من قdownioni الفرعنة هي قيادية 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 حتى في الاساطير الستة المصرية وستة عموما ليها دور ليها دور ده هي دائماد أساس الأسر هي دائما Space يعني حتى في الأمثال الشعبية أو في الثقافات النسائية المصرية بيعتبروا أن الست هي يتقوم البيت يتهده صح ده مازال موجود بنفس الموضوعه بس بيتضرب فيه أسفينات مع أنت لما تيجي أنا ستة هو وسابورت جدا وسند لجوزي وخلفت وعمل ربي وأكبر وأعلم ستة المصرين تعرف هي الأهلوبة أيها المزبور إحنا ستة الأهلوبة بذاكر وبربي وبخسل وبطبخ وبأكل وبعشي وبروأ البيت ونظفه ويجي جوزي فأو ملبس بسرعة عشان هو جاي من الشغل لا إحنا كستات مصريات بنعمل ده قوي ده مميز ونبقى سنة قوي جدا بخلي جوزي ده ناجح أنا أحب أشوفه ناجح ببقى مبسوطة كستة لما لقيه بناجح ببقى لكن تعال بقى أنا كستة كده وأفتح كل يوم مثلا ألاقيه إيه ده واسابك هو ما عرفش إيه ما جابلكش هدية في عيد ما عرفش إيه في عيد ميلادك فطبعا كل الدار بالرصاص ده بحس إن أنا فجأة هو أنا عايشة غلط ولا الناس دي اللي عايشة غلط ولا هو إيه اللي بيحسن ده فكر شيطان أنا شايفه كده هو شيطان لما بيؤسس البناده بيؤسس له بيؤسس له بأنه بيؤسس له بالأفكار وبيتك على أوجاعه يعني لو ستة مثلا زه أنا يومين يومين ولا تراتة زه علانة مع جزء تقرأ بصد زي ده أيوة فتعمم الحكاية بإن هي دي الحياة أنا ستة من ستات بتأثر بجد برغم إنها ممكن تكون حياتها مش كده ده ممكن تبقى ستة عايزة تصالح جزء يعني متخانقين وعايزة تكلمة تقوله وحشتني بلزبط تيجي تلاقي بوست كرمتك وكبريائك بلزبط ففجأة وانا رقم واحد وانا لقى نزلت تاني يوم أغنية بتقول إن أنا مش فارق معي ولا حميمي وهي أصلا في الآخر بتعيت قاعدة الوحدة دي كلها مقصود بيه أشياء توغر النفوس دي حقيقة يعني وتعمل حالة تقليبات في المشاعر اللي هي قريدي مستقرة ومن سنين بقوله حركة من سنين مش من آلاف السنين لغاية النهاردة طب إحنا هنصد الموجة دي زي يعني هنصدها بقى بأعمال الدرامية أنا بنتكلم على دورنا كصناعة دراما دور كبير جدا جدا ومطالبين بيه دلوقتي وكمان لتجاه الدرامي حتى اللي وجهت بيه الدولة سواء كان بالمشرفين على القراءة الدرامية أو الصناع أو الرقابة ما بقاش فيه التعنت على الأعمال رقابيا على قد ما بقى فيه توجيه بأن احنا محتاج نساند الأسرة المصرية محتاجين تجد محتاجين نساندها في الدعم محتاجين نساندها في المشاعر العامة أو العواطف اللي تخص هوا المترجم للقناة